اشتركوا في القناة بعض الناقاش اللي تناقشنا مع الاخ دباها انا وصلنا الوحد وصلنا الوحد الفكرة هي اننا كنت طمحوا باش هذك المؤسسة اللي دباها هي صبحة عقار عادي تباعوا عندنا المزاد نهار 11 بشهر سبعة وكنت منى ونتمنى هذك العقار اللي غادي تباع بالمزاد نتمنى هذك المزاد يرقاق المتطلبات ديوننا ونتمنى ويسدد هذك المبلغ اللي غادي يكون يسدد لنا الحاجيات ديوننا لان الوضعية دياننا ماشي وضعية زوينة ما كتتبشرش بالخير لان الانسان لان احنا كعمال كنا من 2015 وحنا واقفين لشغل لضمان اجتماعي لأجور ما كين تشي تشي دخل عدنا اللي الفين وخمستاش اللي دابرة ماشي ساهلة باش تبرك دون اجر دون وحنا كنتمنى ومرة واحد اخرى كنتمنى للمحكامة ومن ناس المسؤولين ينصفونا ويكون هذ العقار البيع دياله ويرقاق المتطلبات ديال الجامع السلام عليكم معاكم الاخ دنون عبدالحق عامل بشركة جيكورتيكس وكنت سابقا ديليقي واليوم انا واقف هنا باش قادي ندليب الكلام ديالي لان هذة شركة رمل 2015 ويواقفة وحنا عانينا بزاف لا تغطيص حيالة اجور وغير المشاكل لا احنا دبا كنتلبو وعدنا مازاد ان شاء الله غادي يكون نهار 11 وشهر سبعة بغينا كنتمنوا من العدلة بس نصفنا وتعطينا الحق دياله ويكون هذك التامان ديال هذك المازاد كيغطي هذوك الحاجيات ديالنا لان احنا رعانينا بزاف 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 وكنتمنوا هذ الناس هذو ديال العدلة ياخدوا بعين الاعتبار ديال هذ المازاد هذا ويشوفوا المتطلبات ديالنا موسيقى موسيقى